فقى الرئيس الأمريكي جو بايدن على نشر الوثائق السرية ذات الصلة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر ويسمح القرار بالنشر إلا في حالة واحدة هي أن يتعارض تعارضا أكيدا مع الأمن القومي يأتي هذا بعد أسابيع من نشر أسر الضحايا خطابا طالب بايدن بعدم حضور المناسبات المتعلقة بالهجمات إلا بعد السماح بنشر الوثائق البيت الأبيض يقرر رفع الستار عن وسائق هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 رئيسه بايدن يحزم جدلا استمر عشرين عاما بشأن تلك الوسائق وتحديدا سرية منها هو رابع رئيس منذ ذلك العهد والثلاثة الذين سبقوه أحجموا عن الموافقة على نشر بعض الوسائق المصنفة بأنها سرية وكأن نهاية الحقبة الأمريكية في أفغانستان أرادها المكتب البيضاوي نهاية للعطمة التي أحاطت كثيرا من المعلومات والتحقيقات من الناحية العملية القرار لم يأتي في إطار زمني متوازن مع نهاية الحرب الأفغانية بل كان هناك خطاب من أسر الضحايا نشر في السادس من أغسطس الماضي بطلب عدم حضور الرئيس المناسبات المتعلقة بهجمات سبتمبر ما لم يفرج عن الوثائق لذا عد بايدن قراره استجابة لحق الشعب الأمريكي بمعرفة صورة أكمل عما جرى ورغم القرار يبقى هناك استثناء لا بد من النشر إلا عندما يكون هناك مانع أقوى وبالتأكيد هنا يأتي الأمن القومي كمانع وهو لن يبقى مانعا وفقا للقرار في حال كان الإفصاح أهم من الإخفاء لكن الوثائق لا تنشر فورا هناك سقوف زمنية وضعت تبدأ بموعد لا يتجاوز الحدي عشر من سبتمبر الجاري وتنتهي بما لا يزيد عن مئة وثمانين يوما القرار يأتي بعد نحو شهر من إعلان وزارة العدل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استكمل تحقيقا بشأن فحص مهاجمين مؤكدين ومتآمرين مشاركين محتملين في الهجمات هو سياق جديد يأتي بعض طي أفغانستان وفي إطار عدد من الخطوات كان من بينها قانون تطبيق العدالة على رعاة الإرهاب والمعروف بجهستا المقر من الكونغريس عام 2016 والذي يسمح لأسر ضحايا الهجمات برفع دعاوى قضائية ضد السعودية